كيف حالكم أصدقائكم تابع قناة استثمر أخلاك إذا مهتم بمنصة تجمع الكريبتو والفوريكس والأسهم بمنصة واحدة رح نشرح اليوم أكتر عن منصة الرابط هالمنصة رح تلاقيه بالوصف و رح تلاقيه بأول تعليق شو رح تستفاد عن طريق تسجيل من رابطنا رح تستفاد أنك رح تدخل مجموعة توصيات بشكل مجاني تماما تداول على الدهب التداول فوريكس رح يكون مجاني تماما للأشخاص مسجدين عن طريق رابط إحالتنا لا تنسى تتركي التعليق على الفيديو ممكن تكون أحد الرابحين مسابقاتنا اليومية أيضا قناة التليجرام رح تشوفها بالوصف و رح تشوفها بأول تعليق خلينا انتقل للتفاصيل طريقة التسجيل أصدقاء بهالمنصة أنا حكيته بفيديو سابق رح تترك لك الفيديو بأول تعليق مهم جدا تشوف هالفيديو لحتى تعرف كيف تسجل بهالمنصة كيف توسق حسابك كيف تعمل عملية إيداع طبعا بآخر هالفيديو كمان رح تشوف عملية سحب أنا عامل سحب من هالمنصة بقيمة 600 دولار الجديد في الأمر أصدقاء أنه نضافه شبكة إليترون على المنصة يعني أنت هلأ حاليا بتقدر تسحب بيتكوين أيضا بتقدر تسحب USDT على شبكة ERC20 أيضا الموضوع الجديد أنه هن نضافه شبكة TRC20 لكن TRC20 حاليا لحد الآن موفع عليها الميزة هاي بحاجة لبعض الوقت لحتى تتفعل لأنه أنا اليوم جربت اسحب عليها عطاني رفض في المعاملة أنا سحبت بكل سهولة على شبكة ERC20 ما في أي مشكلة طبعا البيتكوين كمان ما في أي مشكلة أيضا رسوم السحب رح تتحمله المنصة رح تستفاد من هالمنصة يا صديقي أنا من الأشخاص يلي بحب أني اتداول فوريكس والداول الكريبتو بمنصة وحدة يعني إذا بدي اتداول بيتكوين إذا بدي اتداول إيثيريوم العملات القيادية موجودين على هالمنصة أيضا إذا أنا شفت صفقة مناسبة بالدهب كمان بقدر بالداول هذا هو شكل الصفقة يلي فاتحها أنا رح سكر الصفقة أنا بهالإشارة الـ X بكل سهولة بكل بساطة طبعا آلية فتح الصفقات اللوت هدول أنا شارحهم كمان رح ترك لك الفيديو نفسه بالوصف وبأول تعليق بتختار اللوت المناسب لحسابك يعني أنا حسابي حاليا 1600 دولار رح أفتح بـ 0.10 هذا هو المقدار المناسب لحسابي طبعا إذا فتحت من هون أنا بيع حاليا على الدهب بقدر أنا بعزز بـ 0.05 مهم جدا قيمة الصفقات اللي يفتحهم ما يأسروا على حسابي ما تعمل ضغط على حسابك خلينا ننتقل إذا بدي اتداول أنا مثلا بيتكوين قررت اتداول بيتكوين أو قررت اتداول إسيريوم طبعا رح تشوف أول ما تنزل المنصة عندك تفتح المنصة من الكمبيوتر أنا بفضل استعمل الواجهة الحالية الواجهة الحالية للمنصة أفضل ما أستعمل الـ MT5 أو الـ MT4 طبعا رح حط أنا الشموع حاليا محطوط على الشموع المفرغة رح حط الشموع العادية هيك صار عندي الشارت بشكل واضح هي شمعة الدقيقة فاتحة رح حط شمعة 15 دقيقة رح قرر أدخل صفقة بالإسيريوم مهم جدا تعرف أنت اللوت المناسب لحسابك إذا حسابك 1000 دولار أو أكتر اللوت المناسب لحسابك 0.20 للـ 0.30 بالعملات الرقمية رح أدخل مثلا 0.20 الجيد في تداول الكريبتو بهالمنصة أنا دخلت صعود من هوني حاليا أول ما أفتح بـ 0.20 حاليا مشوف عندي خسارة 0.35 سنت هاي الـ 0.35 هذا هو مربح المنصة هذا هو الرسوم يلي راح تاخده المنصة يعني أنت عندك سعرين عندك سعر البيع وسعر الشراء هذا الخط الأحمر والخط الأزرق أنت الرسوم هاذا يلي راح تدفعه هادا هو الرسوم يلي راح تاخده المنصة حتى لو خليت الصفقة مفتوحة هوني لمدة فتوحة يعني حتى لو خليتها مثلا أسبوع أسبوعين شهر مافي أي رسوم راح تفتفعها وهذا يلي بيسموه الـ بريد الفرق بين البيع والشراء اما اذا حبيت انت تتداول فيوتشر مثلا على منصات الكريبتو انت رح تدفع كل اربع ساعات رسوم على فتح الصفقة طبعا هذه هي الخسارة هي هي الرسوم يلي رح تكسب المنصة اذا انت بتقدر تتداول نفط بتقدر تتداول عملات رقمية بتقدر تتداول بتقدر تتداول يورو مقابل دولار تقدر تتداول دولار مقابل عملات ثاني ازواج الفوريكس كلها موجودة ايضا بتقدر تتداول الدهب وبتقدر تتداول العملات القيادية مثل عملة السولانة موجودة لكن انا ما بنصح اذا بدك تتداول كريبتو ما بنصحك تتداول الا على البيتكوين والاسيريوم طبعا رابط المنصة مثل ما حكينا رح تشوفه بالوصف رح تشوفه باول تعليق فيه تطبيق تنزله على الهاتف واذا انت مهتم صديقي تدخل مجموعة توصيات مجموعة توصيات للفوريكس للدهب رح تتواصل معي مجرد ما تعمل الحساب رح تتواصل معي وتدخل بشكل تلقائي هيك وصلنا نهاية الفيديو بتمنينا لعجابكم حاليا بعد هذا الفيديو رح اضطركم فيديو انا كيف سحبت من هالمنصة 600 دولار الفيديو مسجل بوقت سابق وهلا حاليا اصدقاء رح اعمل عملية سحب عملية سحب لهالحساب رح اسحب منه 600 دولار انا اخترت اعمل ايداع على منصة البيتجيت من منصة الاكسنس تقريبا رح اختار عملة اليو اس دي تي طبعا انا في عندي خيارات للسحب رح اضغط على السحب في عندي خيار اني اسحب بيتكوين طبعا هيا عم نحكي على العملات الرقمية في خيار عندي اني اسحب بيتكوين او اسحب يو اس دي سي او اسحب يو اس دي تي ايضا اضافوا ميزة جديدة انه انا بقدر بسحب يو اس دي تي على شبكة الترون على شبكة تي ارسي عشرين اه طبعا تعتبر الرسوم الرسوم صفر لانه منصة الاكسنس هي بتتحمل الرسوم يعني ال اي ارسي عشرين رسوم السحب 3 دولار اما هنن الرسوم هنن رح يتحملوها يعني حتى لو تسحب 50 دولار 100 دولار كم هو المبلغ اللي عب تسحبه ما في اي مشكلة الرسوم هي يلي رح تتحمله منصة الاكسنس الا رسوم البيتكوين هون انت يلي رح تتحمل رسوم البيتكوين اذا رسوم صفر على اليو اس دي سي على اليو اس دي تي ارسي عشرين ايضا تي ارسي عشرين كله رسوم صفر خلينا نختار مثلا اي ارسي عشرين رح اتوجه انا لمنصة البيتكيت او اي منصة بيستعمل انا رح اضغط على الايداع رح اختار العملة يو اس دي تي رح اختار شبكة اي ارسي عشرين طبعا اذا انا اخترت السحب على تي ارسي عشرين لازم جيب تي ار سي عشرين لكن انا اخترت اي ار سي عشرين مهم جدا تركز على نوع الشبكي اخترت انا اي ار سي عشرين راح اضغط على كوبي نسخ الرابط وبعدها اتوجه لهون حط له حساب الاسيريا من خارجي حط الحساب هذا عنوان المحفظة واختار انا ستمية دولار هيك راح توصلني ستمية صافيات ما في اي رسوم انا راح ادفعها يعني ثلاثة دولار راح تتحملها المنصة راح اضغط على سحب هون عبيقلي العمولة لا توجد عمولة راح يوصلك ستمية دولار طبعا هون كاتبي لكن سوف تستلم الاموال في غضون يوم واحد لكن انا بأكد لك انا سحبت عدة مرات تقريبا المعاملة اخدت عشر دقايق او ربع ساعة بالكتير راح حط تأكيد هون في رسالة تأكيد راح توصلني سواء على الايميل او على رقم الهاتف هلا كيف تختار انت نسبة الامان يلي عندك خليني فرجيك انا الاعدادات اذا ندخل لهون على الاعدادات ندخل على اعدادات الحماية منشوف اصدقاء انه نوع الامان انا حاطت رقم هاتف بقدر انا بغير نوع الامان بحطه ايميل يعني رسالة تأكيد تصني على الايميل انا اخترت انه تصني على رقم الهاتف تقدر تغير من هوني نوع الامان الخاص فيك طبعا وصلتني انا الرسالة حاليا راح حط الرمز صفر واحد صفر واحد تماني اتنين سبعة واحد هذا هو الرمز يلي وصلني على رقم الهاتف راح حطله تأكيد وهيك معلومات السحب قيد المعالجة لما توصلني الدفعة انا راح صور لكم انه وصلتني الدفعة تقريبا وراح نحسب الوقت يلي راح تستغرقه الدفعة لحتى توصل طبعا بشوف اصدقاء بعد تقريبا خمس دقائق بالضبط العملية مبتملة ستمية دولار سحبت انا لعنوان الاثيريوم اذا بتوجه لمنصة بيت جيت بحدس الصفحة شوف ستمية دولار انا تم عملية الايداع اذا الايداع وصلني بعد اقل من خمس دقائق ستمية يو اس دي تي على محفظتي طبعا بتقدر تسحب انت لمحفظتي يو اس دي تي بمنصة بيت جيت بمنصة باينس بمحفظة خارجية لووسيط انت بدك تصرف عن طريقه اذا انت عندك مشكلة بربط حسابك المصرفي هاي هي طرق السحب لكن انا بالنسبة لي اسهل طريقة هي سحب يو اس دي تي وبيعه عن طريق وسيط هيك وصلنا نهاية الفيديو بتمنى هنا لعجابكم بتمنى تسجلوا عن طريق الرابط البالوصف حتى تحصلوا على صفقات مجانية بمجموعتنا مجموعة حيتان استثمر عقلك فوريكس بعد ما تسجل تعمل ايداع بتبعتلي صورة لحسابك وهيك بتدخل على المجموعة بشكل مجاني تمام الى اللقاء